حقوق المواطن وواجباته لا شك عندما نتحدث عن المواطنة فنحن لا نتحدث فقط عن حقوق المواطن طيب ما هي مواجبات المواطن؟ لا شك أن حقوق المواطن في الرعاية الصحية، في التعليم، في الإسكان في أوجه الرعاية المختلفة التي يمكن أن تقدمها الدولة لمواطنية وهذه حقوق للمواطن حقيقة يجب أن تقدم له ويجب العمل على توفيرها للمواطنين بما يعزز حقيقة قضية المواطنة، بما يعزز قضية الانتماء لكن هل فقط الأمر يتوقف عند الحقوق؟ أم هناك واجبات؟ لا شك على المواطن واجبات كبرى منها أولا أنه دائما يفاخر بهذا الوطن ثم يدافع عن وطنه ثالثا أنه يقدم نفسه وروحه ومجهوداته كلها في سبيل خدمة الوطن وأيضا مراعاة الأنظمة والقوانين الموجودة في البلد هذه تعتبر من واجبات المواطن وأيضا العمل على رفعة شأن المملكة العربية السعودية سواء على الساحة العربية أو الإسلامية أو الدولية ومن ثم يصبح هنا واجبات على هذا المواطن أيضا من واجبات المواطن هو أنه يعمل على تعزيز نفسه والرفع من شأنه هو كفرد بما يحقق له عزته وكرامته كشخص وأيضا بما ينعكس بإذن الله تعالى على خدمة وطنه هذا فيما يتعلق بالحقوق والواجبات المواطنة كما قلنا هو انتماء في النهاية انتماء إلى بقعة جغرافية مواضحة ومحددة المعالم ومعترف فيها دوليا والمسمات المملكة العربية السعودية وقلنا أيضا بأنه أيضا احترام النظام السياسي وأيضا النماذج والعلماء والمفكرين في البلد وأيضا احترام أنظمة والقوانين في المجتمع لكن الهوية هي الصورة الذهنية أو الصورة التي تميزك عن الآخرين هذه هي الهوية سواء في المظهر في المأكل في المشرب سواء في العداد سواء في التقاليد سواء في الملبس سواء في القيم التي تحملها أنت وتميزك عن بقية الأفراد من مجتمعات أخرى إذن لكل إنسان هوية حقيقة وهويته هناك هوية سياسية هناك هوية جغرافية هناك هوية دينية هناك عدة هويات لكنها تندرج تحت هوية واحدة للبلد الذي تنتمي إليه من حيث امتثال والامتثال لمنظومة القيم السائدة في المجتمع وأيضا طريقة الحياة ونموذج الحياة فهذه تمثل الهوية إذن هناك فرق بين الهوية والمواطنة